اشتركوا في القناة دوري الأبطال بعد فوز مستحق على طاطنهم 2-0 هدف الأول بيحرزه محمد صلاح في بداية المباراة وأوريجي في نهاية المباراة بينجح في إحراز الهدف التالي طبعا كلنا تابعنا المباراة كلنا شفنا وتابعنا مباراة ممكن يكون كانت مملة بعض الشيء ما كانش فيها أحداث ولا فعاليات ولا كان فيها الخطورة اللي احنا كنا نتمنها في مباراة طليق بينهاء دوري الأبطال لكن في الآخر احنا كمصريين احنا الحمد لله يعني مبسوطين جدا بالإنجاز إنجاز محمد صلاح وهو الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول أنه هي يعني فرحتنا من خلال الأيام الأخيرة في عالم كرة القدم أو في بطولات كرة القدم احنا كمصريين مستنين الحدث الكبير التاني أيضا وهو تتويج منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية وده كان حلم محمد صلاح وده كان كلامه في المؤتمر الصحفي أو في تصريحاته قبل المباراة النهائية لما سألوه إيه هو حلمك في عام 2019 قال إن أنا أحقق دوري الأبطال وإن أنا أفوز بلقب دوري الأمم الأفريقية طبعا خطوة جديدة في مشوار محمد صلاح بتتويجه بلقب البالوندور أو أحسن لاعب في العالم طيب شمعنى البالوندور؟ نفس القصة كانت بتنطبق على مودريتش مودريتش حقق من وجهة نظر المعايير اللي تم الاختيار بيها إن مودريتش حصل على لقب دوري أو أفضل لاعب فيها العالم البالوندور أو جايزة دابست سواء من فرانس فوتبل أو من الفيفا بسبب حصوله على دوري الأبطال دوري الأبطال مش بس هيفتح لمحمد صلاح أو مش بس تتويج محمد صلاح بلقب دوري الأبطال هو إنجاز واحد فقط لا ده إنجاز هيفتح له بطلتين مهمين جدا أول بطولة هي السوبر السوبر الأوروبي ضد نادي تشيلسي واللي هيكون طبعا قبل بداية الموسم البطولة الثانية هي كأس العالم للأندية اللي بتقام في نهاية كل عام في شهر 12 علشان محمد صلاح أيضا لو نجح إنه يفوز بلقب السوبر الأوروبي في مباراة صعبة جدا أمام تشيلسي تشيلسي اللي هتأثر به حاجات كتيرة جدا تشيلسي اللي هتأثر به غياب هزرت وانتقاله إلى ريال مدريد تشيلسي اللي هتأثر به عقابه من الفيفا بامتناعه عن التعاقد لمدة فترتين انتقاليتين سواء بالصيف القادم أو الشتاء القادم وبالتالي تشيلسي مش هيقدر إنه هو هتعاقد مع ولا لاعب وبالتالي فكرة إنه هتخالى عن هزرت أنا بالنسبة لي مش مقتنع بيها طب إنت فردت في هزرت هتتعاقد مع مين طيب دي البطولة الأولانية البطولة الثانية طبعا هتكون كأس العالم للأندية واللي هتكون في شهر 12 واللي هتقام في بلد الإمارات في مدينة دبي وأكيد كلنا تبعناها وبنشوفها دايما وشوفنا المباراة الأخيرة ما بين نادي ريال مدريد والعين الإماراتي واللي انتهي بفوز نادي ريال مدريد على العين الإماراتي وريال مدريد بيتوق بثلاث ألقاب على التوالي من كأس العالم للأندية طيب تعالوا بقى يعني نروح لواحد من يعني كبيري مشجيع ليفر بول في مصر ويعني محللنا الكبير واللي دايما موجود مع ربطة ليفر بول واللي كان حريصه أن يتابع المباراة النهاردة ترجمة نانسي قنقر